نوح للزمالك سامسون اكينيولا لا بيرحم ولا يسيب رحمة ربنا تنزي يعني لا كان بيقدي كويس مع الزمالك ولا عايز يسيب الزمالك بالراح الراجل راح للزمالك دي اخر التطورات قصة سامسون اكينيولا ومحاولات الزمالك في فسخ التعاقد بالتراضي قال لهم موافق افسخ العهد بالتراضي بس عايز 500 الف دولار كاش وانا ماشي كده دي 500 الف دولار وانا ماشي الزمالك رفض طبعا اصلا كنت مدفوع فيك كتير وبتاخد راتب كبير كل ده كان في الهوى كل دي فلوس ترمت على الارض وكمان عايز 500 الف دولار وهو ماشي من وقت نظره حقي بصراحة يعني طعا عقودية حقه لكن انت برضه ما عملتش بالفلوس اللي انت خدتها اي حاجة خالص يعني دي حكاية الزمالك اكد لنا من مصدر مسؤول في الفريق انه ما حصلش اي تواصل اطلاقا مع اشرف بن شارك عشان الكلام الفاتحة الاخيرة انه الزمالك مرة اخرى راح اتكلم مع اشرف بن شارك مرة اخرى راح اتكلم مع الريان القطري وحسب معلوماتنا ريان القطري في اللحظة الحالية ما عندوش ناية انه يستغنى عن اللاعب والزمالك ما اتكلمش مع اشرف بن شارك تاني اتكلم معاه من حوالي شهرين وبعد كده اللاعب راح لفريق القطري وقف الزمالك الأمر عنده يزال حد طيب هل الزمالك عنده استعداد أنه أشرف بن شارقي يجي نادي الزمالك رغم تعصر المفاوضات اللي حصلت من شهرين آه الزمالك ما عندهش مانع بس يكون برغبة من أشرف بن شارقي ما يغاليش في طلباته المالية في نفس الوقت يكون خلص أموره مع الفريق القطري دي حكاية